سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى ان كلكم تكونوا بخير. وانا بقال في الفيس لقيت لابتوب بسعر 2550 جنيه وجدت في دماغ فكرة اللابتوب دوت يقدر يشغل علعاب ايه. وبعد ما دورت شوية لقيت ان اللابتوب دوت يقدر يشغل علعاب كتيرة. حاجات مثلا زي جيتي اي في وبالرنت وبوبجي موبايل وفورتنايت. بس هتحتاج تعمل شوية التعدلات في اللابتوب دوت وتوصل سعره لتلات تلاف جنيه علشان تقدر ان انت تشغل عليه كل الالعاب ديت. واللابتوب دوت حتى مش مجرد جهاز للالعاب بس. انت ممكن تجيبه لو انت طالب وتشوف عليه كورسات وتعمل على حاجات كتيرة. ولما نتكلم في تفاصيل اللابتوب دوت هتلاقي ان هو سريع جدا بسبب التخزين الامدوت تقول فيه ومش هيعطيك في اي حاجة. فورجع على فيديوهات ومذكرة ومحضرات ولعب. كل حاجات تدقى لللابتوب دوت هيدوس معك فيها. وهنتكلم عن لابتوب دوت بالتفصيل والتعدلات اللي تعملها علشان تلعب عليه. وكمان هنتكلم في الاخر عن الصفحة اللي عرضه للابتوب دوت. وهل هي مضمونة ولا لا. بس قبل ما نتكلم عن تفاصيل اللابتوب اللي معنا النهاردة. خلينا اول 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 لك تعريف سريع بالقناة لأقال مرة تشوفنا. في القناة هنا مهتمم بالجمر اللي نزانيته الايلة. وعملنا تجمعات كتيرة بأسعار رخيصة. زي تجمعات الالف جنيه تجمعات الالفين جنيه. وبرضو اتكلمنا عن قطع المكملات البي سي او اكسسورات البي سي بأسعار رخيصة. زي الموسات والكباردات والسماعات والشاشات. يعني اي حاجة تحتاج الى السيطب بتاعك اللي ان شاء الله متكلمين عنها هنا في القناة. فلو استفدت من الفيديوهات ياريت تشترك في القناة. عشان خلاص قربنا جدا من عشر طالس صديق. ومحب اشكر كل الناس اللي دعمت القناة من بداية الى حد دلوقتي. علشان من غركم القناة كانت شتقدر تستمر. والحمد لله القناة تكبر كل يوم اكتر بيكم. بالنسبة بعد اللابتوب اللي معانا فهو بيقى بمعالج اي سي ري ستة ومية يو. وزي ما انت عارف اي سي ري وكمان اخر يو. يعني هو موفر للطاقة فا ادوه مش هيبقى احسن حاجة. هو فعلا مع ان المعالج بيشغل علعاب زي جي تي اي في بس دوت مش عشان المعالج نفسه ادوه عالي. بس عشان الكارت اللي فيه هو اللي بيميز المعالج دوت. وهنتكلم عن الكارت ونجربه في الالعاب كمان شوية. بس لو اتكرم معالج الاي سي ري ستة مية يو بمعالج تاني من معالجات البي سي. وطبعا قلت قبل كده ان ديت متعتبرش مقارنة عادلة. بس عشان يوضح لك اداء المعالج دوت. فهو بيساوي تقريبا اي سي ري الفين ومية. ولو بصيت على الاختبارات المعروضة قدامك. هتلاقيهم ان هما الاتنين تقريبا نفس الاداء. وبرضو معالج الاي سي ري ستة مية يو. اداء ما اعتبرش ضعيف قوي. لو انت هتجبه الفوتشوب واللستريتور. هيشتغل معاك تمام مش هسبب لك اي مشكلة. وكمان ممكن تعمل عليه شوقات منتاج خفيف. بس اللي مخلي معالج الاي سي ري ستة مية يو كويس في الالعاب. هو الكارت الداخلي اللي موجود فيه. وهو كارت انتل اتش دي خمسمائة وعشرين. والكارت داوت بتفوق على حاجات كتيرة جدا من الكروت الداخلية. زي مثلا الكارت الداخلي اللي موجود في اي سيفن اربعة ترس ومية وسبعين. والكارت اللي فيه اللي هو انتل اتش دي اربعة ترس وستمية. والكارت داوت اعتبر اداء واعلم اللي موجود في الاي سي ري ستة مية يو. وهنتكلم بالتفصيل عن اللابتوب. ونشوف اي التعادلات اللي تعملها علشان تاخد اعلى اداء. بس سيبك الاول مع البنش مارك? علشان تشوف اداء الكارت ونمعالج مع بعض في كامل اعلى. وزي ما شفت علعاب كتيرة اشتغلت على اللابتوب. ولو عايز تشوف تفاصيل اكتر عن البنش مارك. هسيب لك اللينك في ديسكريبشن للفيديو كامل. لو انت هتجيب اللابتوب بشكل اساسي للعلعاب. فهتحتاج تخلي الرمات تمانية جيجا على الاقل. لان اللابتوب بيجب اربعة جيجا رام دي دا ارفور. فانت لو جبت كمان اربعة جيجا رام. هتلاسي علىها حوالي بتين جنيه. كده اللابتوب سعره وصل اثنين سبعمائة وخمسين جنيه. وخلي بالك من نقطة ان انت بتعتمد على الكارت الداخلي يعني بياخد جزء من رمات الجهاز. فانت لو معك اصلا اربعة جيجا رام وديت اتنين جيجا للكارت الداخلي فانت كده كده كانت شغال ب اتنين جيجا رام بس. فعلشان كده هتحتاج على الاقل تمانية جيجا رام عشان تقدر ان انت تشغل على عب على الجهاز. مع العلم برضو ان في شوية اللاب تقدر تشغلها باربعة جيجا رام بس انا بقول لك تجب تمانية جيجا رام بحيث ان انت تقدر تشغل على العب اكتر. وفي ناس الوقت الجهاز ما يسبب لكش مشاكل. لكن لو انت هتجيب الجهاز بشكل اساسي للتصفح واليوتيوب وكده تقدر ان انت تجيب اللاب توب باربعة جيجا رام بس خد بالك برضو ان التابس الكتيرة اللي مفتاحه في الكروم برضو تعتبر بتستغل كتير من الرامات. بالنسبة للتخزين وديد حاجة ممائزة جدا في اللاب توب دوت. فاللابتوب بيجي بس اس دي ام دوت تو مساحته مية تمانية وعشرين جيجا. ودوت اللي هيخلي اللاب توب يدوس معك في اي حاجة ومش هتحس باي بطء في الاستجابة. والاس اس دي في اللاب توب او في اي جهازه عموما يعتبر حاجة اساسية جدا. يعني لو اللاب توب شغال بهارد ميكانيكي عادي. بعد يجبت له اس اس دي هتلاقي اللاب توب بتغير مية وتمانين درجة. وهتلاقي ان هو بقى قابل الاستجدام اكتر. وبالنسبة للتخزين كمان هتجيب هارد خمس ومية جيجا. ودوت علشان الاس اس دي ام دوتو فعلا سريع. بس مساحته مية تمانين وعشرين جيجا. فمش هكفل الالعاب اللي انت هتحملها على الجهاز. فهتجيب هارد عادي خمس ومية جيجا يكفل الالعاب اللي انت عايزها. وفي نفس الوقت سعر رخيصة يا بحدود المتين جنيه. وخلي بلك الهارد دوت لللابتوب. فدوت بيبقى غير الهاردات بتاعة البي سي. اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الفيديوهات اللي قبل كده. وممكن برضه تقول للشركة وانت بتشتري منهم ان هم يدفل لك الرامات والهارد. وهي بسعر لابتوب اجمال حوالي الفين وتسعمية وخمسين جنيه. برضه معنومة سريعة كده لو انت عندك لابتوب قديم. وفقدت فيه الامل خلاص وحاس ان هو مش نافع خالص. جرب انت تجيب له اس اس دي درايب مية وعشرين جيجا. هتلاقي سعر حوالي تلتمية او تلتمية وخمسين جنيه. وهتجيب زي محاول كده اسمو كده تقريبا. هحط لك سورته برضه. دوت علشان الاس اس دي يشتغل مكان سي دي روم. او ممكن ان انت تود الجهاز لحد بتاع الكمبيوتر وتقول له ركيب الاس اس دي. وحطي له عليه الويندوز وهو هيزبط لك كل حاجة. وجرب تستخدم الجهاز بعد كده واتعيلي. نرجع تاني لمصفات اللابتوب اللي معانا. فاللابتوب بيجيب شاشة تاتش. وديد حاجة هتفيدك جدا لو انت طالب. لكن لو انت بتقلب على الجهاز ممكن ما تفيدكش قوي. بس في الصفحة هتلاقي ان هي كويسة جدا وهتفرف استخدامك للجهاز. وخلو لك من حاجة مهمة جدا مش عشان اللابتوب تاتش. تفتكر ان هو بيتقلب تلتمية وستين درجة زي التابلت. عشان لو مساكت اللابتوب وجرد تقلب الشيب تاعة تلتمية وستين درجة. هتسمع صوت تاك كده. ممتقلعش يا معلم انت كده عسامة اللابتوب نصين. والشاشة رغم ان هي تاتشة وحركات وكده. بس عبق ان هي حباشر وستة من عشر انش. ودوت ممكن يكون عيب بالنسبة لك لو انت ما بتحبش الشاشات الصغيرة. لان هو كده بحجم التابلت فعلا وحاجة زي الايباد برو بيجيب شاشة تلتاشر انش تقريبا. فشاشة اللابتوب دوت تعتبر حتى اصغر من بعض التابلت. فالموضوع الشاشة صغيرة دوت ممكن فعلا يضايقك. بس دوت برضو ممكن يكون ميزة بالنسبة لك. لان وزن اللابتوب خفيف جدا. وزنه حوالي كيلو وسبعمائة جرام. فانت حارفين ممكن تشيله تحت باطة كده زي البطيخة. او ممكن تمسكه في ايدك وتنقل بيه كأنه تابلت عادي. وحتى لو حطيته في شانطة صغيرة. بسبب وزنه الخفيف مش هتحس به خالص. والشاشة بتيجي بروزوليوشن الف الاتمائة ستة وستين في سبعمائة تمامية وستين. وممكن تتغلب على موضوع الشاشة الصغيرة دوت. لان اللابتوب فيه مدخل وتقدر توصله بشيشة بروزوليوشن بيوصل لعلفين خمسمائة وستين في الف وستمية. وبما اننا اتكلمنا عن المداخل خلينا نشوف مداخل اللابتوب. اللابتوب بيجي بتلات مداخل يوز بي سري. ومدخل اللي احنا قلنا عليه. ومدخل كومبو للمايك والسماعة. وفي تحبيلة رخيصة سعرها عشرة جنيه. تقدر تتكبها في الجهاز وتستخدم السماعة عادي مع المايك. دلو انت ما عندكش المايك والسماعة كومبو يعني. وفيه مدخل لكابل النت. ومدخل فيجي بيادعم شاشات بروزوليوشن الفين تمانية واربعين في الف خمسمائة ستة وتلاتين. وبترده ستين هيرتز. وفيه مدخل لكابل الباور عشان تقدر ننتشحن اللابتوب. واخر حاجة هو مدخل عشان لو عايز تنيني صور من الكاميرا للجهاز. بالنسبة بقى لحاجات الاخيرة اللي هي الكي بورد وجودة التاتشي والسماعة. فديدت حاجات بتتمد على التجربة شخصية لان انا مش معاي اللابتوب عشان اجربه. بس انت برضو بعد ما تستلم اللابتوب. جرب كل حاجة فيه شوف هي نسبك ولا لا. بالنسبة بقى للصفحة اللي عادة اللابتوب. وهي صفحة كينجي تكنولوجي. فهي صفحة مضمونة وضعات بناءة على التقييمات. بس دائما لما تشتري حاجة اونلاين ادفع بعد ما تستلم الحاجة. والحاجة يعني تجي لك في ايدك. وضعات مش تشكيك في الصفحة خالص. يعني حتى لو صفحة انا مجربها ومتأكد مينة مية في المية. بس لو انصحكم بيها برضو. لازم اقولك ان انت تستلم الحاجة الاول وبعد كده تدفع الفلوس. وممكن ان انت تدفع فلوس الشحن مقدما. يعني لو تدفع خمسين جنيه عشان اللابتوب يوصلك. وبعد كده تدفع فلوس اللابتوب بعد ما تستلم وتتأكد ان هو تمام. وبس كده كان فيديو النهاردة. واتمانيكم الفيديو افادك وعجبك. واستنون ان شاء الله في فيديو تاني قريب ويستلام.